بسم الله الرحمن الرحيم السادة مشاهدي قناة الـ HBC والسادة المتابعين لحلقات صحية حواء أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات صحية حواء النهاردة إن شاء الرحمن زي ما وعدنا الحلقات السابقة وهو هيكون تقييم هجرة بطانة الرحم أو تغير الخلايا في أي مكان وتحولها إلى خلايا مشابهة لبطانة الرحم وتستجيب لأوامر التوزيع الهرموني الصادر من المبيض النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مين السيدات اللي عندهم هجر بطانة الرحم ونبدأ نختار لهم برنامج علاج طبي وليس جراحي ده مهم جداً لأن برنامج علاج الطبي وارد إن أنا أستخدمه على طول واسمه لونج برتوكول إن أمشي به على طول لهذه السيدة أو هذه البنت وطالما إنها بتستجيب له من اختزال أو إنها تنتهي الألام اللي بتشيك منها أو إن هي الأكياس الدموية تقف عند هذا الحاج فهو هذا العلاج يكون مناسب طالما إن قصة الإنجاب هي مش متواجدة عندها في هذه الفترة وهل يمكن استخدام العلاج الطبي بعد الجراحة المنظار أو الاستكشاف يعني هنا بنقول أن العلاج الطبي ممكن قبل العملية وبعد العملية وممكن نختاره للسيدات عندهم هجرة تم تشخصها بالشكوى مع الموجات الفوق الصوتية أو تم تشخصها من الشكوى والفحص والمنظار البطن الجراحي وهنا بنقول أني أنا اختيار البرامج العلاجية الطبية بنحسن اختيارها بناء على عمر البنت أو السيدة وشكوتها واللي موجود داخلها موجود في نوع أو الدرجة من هجرة بطنط الرحم وممكن زي ما اتفقنا أن هي بعد العملية المنظار الجراحي لهجرة بطنط الرحم نستخدم هذه الأدوية أيضا من أقراص أو من حؤن أو من أنواع مختلفة منها إن شاء الله ده اللي هنقوله بإذن الرحمن النهارد يمكن قبل مبدأ الحلقة احنا أمس كنت في مدينة مرسى مطروح وكان عندنا عملية منهم من العمليات لسة العمليات هي هجرة بطنط الرحم في المبيض الأيمن بس كانت متقدمة جدا وبقالها مدة كبيرة جدا لدرجة أن عاملة أكياس متعددة في المبيض بدرجة كبيرة جدا أن الورم أو المبيض نفسه وصل أن هو يكون أكبر من الرحم وهذا الأكياس الدموية في جانب الأيمن تقييمها كان بالموجات الفوق الصوتية ده مهم جدا لأن لازم هنا لما بتبقى حجمي بير جدا احنا لازم أني أنا أقيم المكون المبيض أو إشرة المبيض أو مغزون المبيض في هذا المبيض لأن في بعض الأحيان أن الجراحة المنظار هنا هو الحفاظ على المبيض لأن فيه مكون من البيض وبالتالي أني أنا ممكن أدخل بالمنظار أتعامل مع كيس الهجرة بأن أنا أفتحه وأشفط لجواه ثم أزيل الكيس بتاعه من الداخل المبيض نفسه في بعض الأحيان وهي درجة من الدرجات وللأسف يمكن الغد الوقت العلماء ما وصلوش أنواع الأكياس الشوكولاتة أو أنواع أكياس هجرة بطانة الرحم ليه في كيس يمكن التعامل معايا بسهولة جدا ويتأشر وليه في كيس فعلا يكون لازق بتماما في خلايا المبيض ومحاولة استقصال هذا الكيس هيتم تدمير مخزون هذا المبيض بعض الناس والنظريات قالت هي مدة تواجد هذا الكيس هم بيقولوا كده أن تواجد هذا الكيس لو كان باله مدة كبيرة ممكن يتوغل فيه في المبيض وياكل الخلايا والتعامل مع هذا الكيس بالاستقصال يدمر هذا المبيض من مخزونه يمكن كنا في فرنسا تقريبا كانت في سنة 2000-2004 تقريبا بدأنا كان بروتوكول تاري خالص وهو أني أنا أهاجم هذا كيس المبيض الكبير اللي مخزونه اللازل موجود على مرتين المرة الأولى أني أفتح شباك فيه وأفضيه وأبدأ أخلي هذا الشباك اللي هو الويندو أو ديروفينج ليه مفتوح بانتظام وأخليه نضيف ثم أترك هذا الحالة زي ما هي وأديها بعض الأدوية اللي إحنا هنذكرها النهاردة ثم أهاجم هذا الكيس مرة أخرى وأشيل المكون الغلاف نفسه طب إيه الفرق؟ هو الفرق أني أنا لما أجي أشيل الغلاف نفس الكيس الدموي من داخل المبيض المكون نفسه اللي جوه من مبيض كبير جداً كده هيبقى نسبة التدمير خلايا المبيض عالي لكن إذا أنا فضيت هذا الكيس وخليته يقل جداً جداً بعد أن أنا أفضيه لأنه هيخد وقت كبير عشان يعيد تكوين تاني خلايا المبيض ترجع كاملة تاني وتكون نفسها تاني وبدل ما تعامل مع كيس كبير قد كده ونسبة تلف المبيض عالي قوي هتعامل مع كيس زواناً جداً ونسبة التلف هيكون قليلة جداً جداً في بعض الأحيان بنتعامل بنفس الطريقة ديه ونحول السيدة مباشرة إلى الحقن المجهري يعني أنا ده المنظر اللي هنشوفه إن شاء الله في الحلقة القادمة التعامل معه حالة أمس اللي كانت في مدينة مارسة بتروح كان فيها فقدان تقريباً مية في المية من أشرة المبيض يعني المبيض غير متواجد نهائي لأن الكيس بقاله مدة كبيرة جداً تم تآكل جميع خلايا المبيض الكيس مش كيس واحد حبارة عن حوالي 10-15 كيس لسقين في بعض وكلين المبيض المبيض وصل إلى حجم تقريباً يعني ممكن نقدر نقول من 20 سنتي في 15 يعني حجم أدي كده وهذا المبيض كان وصل إلى أنه مليان طبعاً دم والتساقات شديدة جداً في القولون مع خلف الرحم والأنبوبة لكن كان البرتوكول اللي أنا اخترته لها دي إن قلت لا تصلح لها منظار لأنه لا يوجد خلايا مبيض فأنا بحاولت قولنا إن أنا أتعامل بها بحاجة هي تستفيد منها وهو التعامل معها بالاستكشاف بالاستكشاف تم تسليجها طبعاً هذا الورمي كبير جداً فيه مبيض الأيمن من القولون وبالتالي هو من الضهر الرحم ومن الأنبوبة الملحقة به وتم التعامل معها بالاستقصال وطبعاً لا يوجد خلايا مبيض نهاية في هذا الوضع هنا في هذه الحالة أنا حميت السيدة من مشكلة الالتصاقات الشديدة لأن هنا أنا سايب مبيض لا فايدة منه النهائي وبالتالي كان التعامل مع هذا الورمي الكبير جداً ده كان لازم يكون بحكمة إن أنا أفدها لأنه فعلاً هيبقى في المنظار هيستغرق وقت كبير جداً جداً وفي نفس الوقت حتى بعد التأشير هسيب مبيض لا أمل فيه خالص نهائياً فيما بعد لكن طبعاً بفحص المبيض الآخر وإن أنا سلكت كل اللي حواليه مع الأنبوبة الملحقة به كان لقيت وجدت إن هذا المبيض سليم تماماً وبالتالي أنا حميت هذه السيدة من أنا أترك المبيض لا فايدة منه لأنه كان ورم كبير جداً جداً واستغرقت العملية يعني فترة كويسة والحمد لله قامت بالسلام ده أنا حبيت أقول ليه أنا استغلت هذه السيدة في الاستكشاف ورفضت أعمل منظار ويعني بمعنى أصح أنا عايز أقول أن الطبيب هنا بيقيم الحالة تبقى لها يعني تقيمها هقول دي علاج طبي دي علاج جراحي العلاج الجراحي دي منظار لا دي استكشاف بمعنى أصح هي دي بنقول عليها النضوج العقلي والفكري من أن الطبيب يعلم جيداً إزاي يفيد المريض الاستفادة المثلة أفضل حاجة وبالتالي النهاردة هنتكلم بقى عن طريقة اختيار البرنامج لأ إحنا دي هنعالجها برنامج طبي علاجي لا جراحي ودي هنعالجها جراحي وثم الحلقة القادمة هنقول مين اللي هنقدر نهاجم هذه الأكياس الدموية من هجم طنط الراحم بالمنظار وهتبقى جايبة نتيجة رائعة أو أني لأ المنظار هنا مدى الاستفادة بتاعته مش كتيرة ودايماً بنقول إحنا بنوزن أي اختيار برنامج علاجي على الخسارة والنفع الكوست بينفت يعني كفتي ميزان بنقول ما هو قفية شيء للمريض علاجي يبقى علاجي جراحي يبقى جراحي نيجي نبقى في الجراحي نقول ما قفية شيء للمريض هنا في الجراحي بالمنظار ولا بالاستكشاف لأني لاجب أني أنا أختار وهو ده ذات سواي وار دوكتورز أني احنا نختار أفضل شيء للمريض اللي هو بيستفيد منه وما يخرجش بخسارة أو أن يبدأ يرتجع مرة أخرى الأكياس الدموية في فترة وجيزة جدا وبسرعة جدا النهاردة إن شاء الله هندردش بقى أن احنا بنيجي كيف نقيم حالات هجر بطانة الرحم وزي ما قلنا أن هجر بطانة الرحم أو بطانة الرحم المهاجرة هي ترجمة خاطئة للغة الإنجليزية الحقيقة بتاعتها هي تحول الخلايا إلى نوع معين من الخلايا تستجيب للهرمون الإنسوي الإنسوي باختلافه من الهرمون الإنسوي بأنواعه وبالتالي إحنا هذه الخلايا بتسمر وبتقطر هذه الخلايا وتتغير وضعها زي خلايا بالتجويف الرحمي أو بطانة الرحم الخلايا بتاعت هذه الخلايا دائما بتكون فيها مستقبلات ما حاجة اسمها مستقبلات؟ الهرمون الإنسوي الأساسي وهو الهرمون الإستروجي يبقى إذن هي دي مشكلتها إن فيها مستقبلات وبالتالي عند خط إنتاج الطبويض في الفترة الأولى اللي هو أول أسبوعين بيكون البويضة بتجبر وتخرج كمية كبيرة من هرمون الإستروجي المستقبلات دي لو موجودة في هذه الخلايا خارج المبيض خارج الرحم أسف تبدأ تنموم وتكون خلايا أو تتكون وضع مشابه لبطانة الرحم إذا تم التبويض وتم خروج النوع الآخر من الهرمون بالضبط زي بطانة الرحم يستجيب له هذه الخلايا وتبدأ بعد كده تنزف مع نزول الدورة إذن هي دورة طبيعية لكن خارج بطانة الرحم مش من التجويف الرحمي إذن خروج الدورة من الرحم عن طريق عنق الرحم والمهبل بيصاحبه تكوين أيضاً دورة داخل الخلايا الأخرى ممكن تكون في بريتون ممكن تكون في المبيض ممكن تكون في أي مكان زي ما اتفقنا على هذا الأساس وبالتالي فكرة أن هذه البطانة بها مستقبلات الهرمون الإنسوي يجب أن توضع في تفكير الطبيب وبالتالي يجب على الطبيب أنه هو يحدد أنا النهاردة عشان أتعامل مع هذه الخلايا المتواجدة خارج التجويف الرحمي وتشابه التجويف الرحمي في كل الخصائص أنا النهاردة لما أجي أفكر أفكر أني هي ما هي الأدوية اللي هي مضادات لهذا الهرمون أنتي إستروجين وبالتالي كان زمان يمكن كنا من 30 سنة كان بيزهر دواء وكان يعني رائع وكان زي ما بيقوله وكان يعني كنا منيج نسأل الطالب في الشفوي لو ما كانش يعرفه كنا نزعل جدا كنا أول ما نقوله أن الهجر بطانة الرحم يابني لازم يقول مشتق من مشتقات الهرمون الزكري اللي هو كان اسمه دنازول اللي هو 17 هيدروتي اللي هو يعني مشتق من مشتقات الهرمون الزكري هو متغير التركيب شوي لكن أني أنا أفكر في علاج برنامج علاجي لهذه الحالة لأولها شروط عشان أبدأ أختار البرنامج العلاجي شروطي أني أنا أتكلم عن هذا الكلام طبعا لأني اختيار السن يعني نفرض أني في بنت تم تشخيص أنها ممكن بداية هجرة بطانة الرحم أو تواجد كياس دموية داخل المبيض هنا إحنا بنبدأ برامج علاجية واختيار برنامج علاجي ده مهم جدا يمكن كأما بنيجي نفكر إزاي هذا البرنامج العلاجي هو أني أنا أوقف الحال على ما هو عليه أوقفه أما أوقفه يعني أني أنا أبدأ أدي هرمونات لأنه هو علاج مستقبلات هرموني وبالتالي لا يوجد علاج إلى الهرمونات تفكير بالعلاج بالهرمونات هو أني أدي بعض الأدوية تكون بتؤثر على المستقبلات الهرمون الأنسوي اللي موجود فيه هذه البنت وبالتالي أفكر بالعلاج بهذه الدولة زي ما قلنا أني كان أول فكر العلماء أني كانوا بيعالجوا بهرمون زكري لأن كانوا بيفكروا أن الهرمون الأنسوي أقوى شيء ضده هو الهرمون الزكري وبالتالي كانوا بدأوا يعملوا به لكن كنا بنفاجئ به أن العلاج لما يستمر مندة كبيرة تبدأ السيدة أو البنت تعاني من زكورة في جسمها زكورة في كل شيء تواجد شعر في أماكن متعددة ظهور الشعر في مناطق غير مرغوبة استقصال الشعر دوت يرجع على طول ونفاجئ أن بعض الأحيان أن الصوت يبدأ يتغير نتيجة تأثير هذا الهرمون الزكري على الأحبال الصوتي يعني أنا فاكر كان من حوال في التمانينات تقريبا كنت يعني شبه أني أنا بشتغل المستشار الطبي لوزارة الاقتصاد كان عندي بنت كان بتعالج بالدنازول لما كانت بتكلمني في التلفون كنت أقول له مين أنت؟ لدرجة أن الصوتها كان تغير تماما إلى صوت الرجالة بالكامل من الدنازول هذا هو عهد عهد استخدام هذا الدواء لكن بدأ العلماء يفكروا قالوا الله طبعا أنا لو كان الهرمون الأنسوي أنا عندي برامج مختلفة تؤثر على هذا الهرمون بدأوا يفكروا يطرى ما هي الأدوية التي تؤثر على هذا الهرمون الأنسوي ويفكروا في أدوية مختلفة لقوا أنه عندنا مشتقين اتنين أو برنامجين اتنين يتعاملوا معها إما يهاجم هذه الأكياس بهرمون خارجي أو أنه هو يبدأ يتعامل مع الغدة النخامية مباشرة ويقول لها اوقفي العمل المبيض علشان ما يخرجش الهرمون اللي عند البنت دي وبالتالي أنه احنا بنقول عليها التعامل على الغدة النخامية بحقا ونبدأ نعمل انتهاء أو ظهور سني اليأس شوية معها يعني بنحاول نخليها في مرحلة سني اليأس شوية ثم نوقف العلاج وبعد كده ترجع تاني لقوا العلماء أنه احنا لازم نحسن اختيار ليه؟ لأني لو لقينا في بنت مثلا احنا ممكن نديها مشتقات أدوية وهذه مشتقات الأدوية تهاجم الخلايا أنها توقف نموها خلايا طبعا اللي هي الهجل بطنت الرحم وتوقف نموها لكن لا يوجد علاج أنها تخفيها مش ممكن يعني عشان ما يجيش واحد يقول لي أنا هدي علاج لكيس الشوكولاتة واختفى اختفى ايه دكتور؟ يعني كلمة اختفى يعني حجمه صغير جدا طب شخصته أصلا إزاي؟ يبقى إزا أكياس الشوكولاتة الكبيرة اللي أنا فكرت أدي علاج لها هو يمكن تقل بسيطة من الحجم لكن لا تختفي نهائي لكنها توقف عن النمو بدأوا بقى العلماء يغيروا في البرامج العلاجية لقوا في بعض الحالات إنه لو إدى أقراس منع الحمل لهذه البنت أقراس منع الحمل هي بتوقف الطبويد تقريبا وبالتالي الله تمهي نفس الفكرة إنه أنا وقف الطبويد هو وقف خط إنتاج الهرمون اللي بيزرع هذه البطان لكن بدأوا يختلف العلماء يطارة إنه أنا هدي أقراس منع الحمل ببرنامج الآتي شهري ولا أدي على طول عمال على بطال يعني ده فرق كبير جدا في القرار إنه واحدة أديها شهريا ويجي لها دور واحدة أديها على طول ما توقفش راس منع الحمل ودي تقريبا بقطع الدورة نهائي هناخد بعد كده إزاي نختار البرنامج العلاجي بعد ما ناخد هذا الاتصال أيوة فن ألو ألو مين معنا يا ساز علي ألو اتفضلي يا فن مدام جيهان حاكم مش فاكرني اتفضلي يا فن أنا جيهان من القاهرة أنا كنت نفسي عن حاليك من الأسبوع لفاق اتفضلي يا فن اتفضلي طب إيش ياك يا دي الأول طب أنا كنت حاجة لفت مني شوية تحليل وكده أنا مش عارفة أستصل خالص بالعياد والعرفة وصل لكم طب إيش سؤال يا فن يعني أنا مش عارفة تحليل أجيبها لحباتي إزاي ولا أقولها الحاليك على التليفون اتفضلي يا فن قوليها على التليفون طب هم مش جاهزين معي دلوقت يعني زينا طيب مدام صمر اتفضلي يا فن السلام عليكم أهلا وسهلا يا فن اتفضلي عايز أقول لك على حاجة أكثر اتفضلي 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 يا فن وكشافك عند نساتر كتير اتفضلي وكشافك عند نساتر كتير بس الدولة المشكلة هي مش بالدين المنطزمة لا الصوت ما قطع شوية ليه كده اتفضلي يا فن يا ساذ علي خليك معي لأن الصوت ما بيوصلش بالكامل عندي بيوش شوية اتفضلي يا فن يمكن زي ما اتفقنا معلش بعد إذنكم لأي حد يتصل وعايز يبلغني أرقام تحليل إذا كان متابع معايا إذا ياريت يكلمني يعني أنه يبعث التحليل على الفاكس عندي أو يبعثه على الإيميل اللي يعجبه إذا كان مش عايز ييجي أو يبعثه للسكرتاريا والسكرتاريا بتعمله داونلود وتقدر تطبعه لي دا واحد أما إذا كان حالة طبعا مش مع العيادة فممكن يبلغني الكلام دا هنا بس يكون ما حضره علشان أقدر نوفر وقت شوية زي ما اتفقنا إن الأكياس الدموية أما بنيجي نشخصها اتفقنا إن إحنا التشخيص بتاعها إما سبجكتف إن هي الشكوى من السيدة من آلام مستمرة دفينة لو كانت بنت طبعا الدورة بتيجي بمؤلمة وتستمر بعد نزول الدورة وكل اللي إحنا قلناه في الحلقات السابقة وإذا تم الفحص وقدرنا نعرف بالفحص بالصنار إن تواجدها دائما الصنار يشخص هجرة بطانة الرحم في اللي هي الدرجة تقريبا التالتة والربعة أو لو كانت هجرة بطانة الرحم في عضلات الرحم أيضا لكن بالصنار ثم يمكن تشخيصها بالرنين المغناطيسي وبالتالي التأكيد بتاعها هو أني أشوفها عيني اليقين بالمنظار البطن ده مهم جدا تقييم بقى أني أنا يعني بمعنى أصح لو كانت البنت سوبجيكتف وأن أنا شخصت تقريبا أنها هجرة بطانة الرحم لكن لا يوجد أكياز لموية العلاج الطبي رائع وبيجيب نتائج رائعة وإن إحنا نعرف العلاج الطبي إنه هو مناسب جدا لها إزاي إنه انتهاء جميع شكوتها أنا أخذ المدام صمر أيوة يا دكتور أيوة فان تفضل بس هي النور يا فان مش أنت كلمتيني دلوقتي أيوة طب أنت تلفزيون أنت جانب التلفزيون شبكة طب اتفضلي يا فان قولك أنا متجوزة بها لخمس سنين ألف مبروك يا فان وعملت أي حمل الحاج الوستي السن كم سنة يا ستي عندي ستة عشرين سنة والأطباء قالولك إيه يا فان في سبب تأخر الحمد عندي تكليس عن مبايا اتفضل يا فان وعملت عملت أشعب السبغة تلعت كويسة أي وبيضخوا المنشطات بيستشيف لها يعني أنه بيتيصل لطمانتاشر ساعتاشر وعشرين طب كده رائع يعني إذن تكيز المبايد تم علاجه بالعلاج الأدوية المنشطة وده نوع كويس جدا اتفضلي بس يا دكتور فأنا برضو المشكلة اللي عندي وتحليل الجهز كويس خالق اتفضلي المشكلة اللي عندي إن أنا الدورة مش منتظمة أصلا يعني ما معنى كلمة مش منتظمة يعني بتتأخر ولا بتيجي مرتين في الشهر لا بتتأخر بتقول بالأربعين يوم برسنة واربعين يوم بتيجي باع بيجي باختبار وبقول لي يمكن في حمل ما بيظهرش في أي حال تمام يا فن والأطباء لما كانوا بيدوا أدوية تنشيط وفيه استجابة كويسة برضو الدورة بتتأخر لا بداني شهرين كده الدورة يعني مرة جاتني يوم سبعة تاشر واحد والدورة داية جاتني يوم خمسة تاشر اثنين تمام يا فن طب إيه إيه سؤال سيادتك با يا فن إيه حضرتك إيه السؤال اللي أنت عايزة تسأليه أنت قلتيه لقصة دلوقتي إيه السؤالك يعني بس فتكسر مقترع عليه يعمل تلقيح صناعي الدكتور قال لحضرتك يعمل تلقيح صناعي اللي هو مش تلقيح صناعي ماشي أنا موافق لكن اسمه حقن رحمي باستخدام سائل الزوج بعد التعديل فضل أنا بسأل حضرتك بقول ممكن يعني ينجح ده يعني والله هو يعني هو برنامج من البرامج اللي صح اللي هو سيادتك الدكي مرة واثنين وثلاثة يعني منشطات ولم يحدث حمل في تواجد السائل المنوي الجيد الرائع الممتاز اللي حضرتك بتقوليه وأن الأشعة البسابغة سليمة له الحق أن ياخد قرار بإنه يعمل التلقيح الرحمي تفضل يا فن السيد أحمد دكتور أهلا وسائل السيد أحمد فضل يا فن أنا المدام متجاوزين إحنا بقى سامتين ونص حملة حصل حملة ثلاث مرات وانتعب إجهارات في الشهر الأولى يعني كان شهر أو شهر ونص شهرين وبيحصلوا الإجهار فبعد كده راحت الدكتور قال لها أن فيه تكايصة مبايد واخد قرار من عمل منزار وفي المنزار قال لها أن فيه تلترحم بس من الدرجة الخفيفة وتم كياها يعني ماشي فأنا كنت بأسأل يعني يا ممكن بقى أنت راح أحمد ترجع تاني بحيث أن إحنا مثلا إحنا آخر إجهار ده خم شهر واحد دي السنة دي فاتي يعني كده حوالي بقى أن سنة ما حصابش حمل جديد يعني يعني إحنا ذو الوقت بنقول أن فيه حالة فيها تكرار فقدان الحمل في الأشهر الأولى والطبيب شخصوا أن فيه تكيس مبايض ولما بدأ يعمل منظار لقى نوع من الدرجة الأولى من حجر بطانة الرحم اللي هي تواجد يعني بعض الخلايا الدموية أو أشكال في البريتون وتم التعامل معها بالكي اتفضل يا فاندن دلوقتي السؤالك إيه بقى يا فاندن تمام إحنا بعد المنظار عدت تقريبا أربع شهور من المنشطات وبرضو ما حصلش حمل يعني فهي ممكن تكون بطانة الرحم لها تأثير برضو على تأخر الحمل برضو تاني يعني أنا موافقك تماما لأن بطانة الرحم من الدرجة الأولى والدرجة التانية تشخصها صعب يمكن تشخصها بالمنظار فقط ولها تأثير ضر فعلا جدا في تأخر الحمل وهي دي النوع اللي دايما بنقول عليه إذا السيدة حلس لها حمل بتنتهي تماما من الوجود وبالتالي فعلا إذا كان الطبيب طبعا صور العملية في بالدي فيدي ده مهم جدا يتابع الطبيب إن هل في نقع بعض البطانة لم يتم التعامل معها ولا لأ وبعد المنظار هل قدها شهر أو شهرين علاج عشان يمنع ظهور البطانة نهائيا ولا دخل عليها بعد المنظار بتنشيط فوري أنا معرفش مانا حمل كمانا قدها راس مانا الحمل كمانا وبعد كده بدأنا في تنشيط أربع شهور وهو نفسي برضو قصة مدام سمر المكالمة اللي أبيها قالها إحنا ممكن نرجع للتلقيح الصناعي بلغم يجب أن يجب أن يكون ليه حاجات أنه نقدر نقول أن السيدة محتاجة يعني مثلا إذا كان فيه تشوه في الحياة المنوية في ضعف في الحياة المنوية العدد قليل يوجد أجسام مضادة في عنق الرحم أجسام مضادة واضحة بالتحليل هنا التلقيح بيجيب نتائج رائعة ولكن إذا قلنا أن كل شيء كويس فأنا بعض العلماء أو بعض المراجع قالت أني أني من حق السيدة تاخد تلقيح لمرتين أو ثلاث مرات طبعا أني هو الأمور كلها كويسة لكن إنه أخد بالك أني بعد التلقيح إذا فشل مرة الثالثة هتدخل في بوابة الحقن المجهري تفضل يا فن تفضلي أم يحيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا فن لو سمعت أنا بيت كان عندها انت عابفة من تحت وبعدين الدكتورة لتلقي على قدر الرحل وعطاها علي عطيتها علي الدورة جت لها وبعد الدورة راح تخلعت الجهاز وبعد كده الدم ينزل عليها طول النهار كويسة وبالليل بقى لها 4 أياما الدم ينزل عليها الدكتورة شلت لها اللولاب إمتى فن بحيوة شلت لها شلت لها يوم الأربع لا يعني تقريبا خلال أسبوع يعني بحيوة خلال أسبوع ده بعد انتهاء الدورة شلته بحيوة الانتهاب لا بعد ما أخذت العلاق الانتهاب الانتهاب ماشي بالنون حاضر يعني الدكتورة ممكن تشوفها وتديها علاجها هيقف الدم فورا ما تقلقيش الدم ده هيختفل واحدة تمام خلقت الجهاز وبعد كده طول اللور بيتبقى كويسة وبالليل وفيه دم قدام الانتهزل عليها هتختفل وحدها ما تقلقيش هتختفل وحدها يعني احنا طبعا السيدة بتلخص القصة ان الدكتورة قتلها فيه عندك التهاب في الرحم او جدار الرحم هي اصدها دكتورة ان فيه التهاب في عنق الرحم والمهبل وبدأ التهاب دوت يزداد تواجده في الرحم وده طبعا لاجب على الدكتور يشقصه واذا لم يتم استجابة المريض في العلاج وهو موجود الجهاز اللولب يجب على الطبيب ان هو يشيل هذا اللولب في الدورة اللي بعدها ويعيد العلاج مرة اخرى لكن تواجد التهابات بسيطة او احتقان بعد رفع هذا الجهاز او اللولب الدم ممكن يستمر اسبوع او عشر تيام وهيختفي لوحده مفيش منه ضرر نهائي نتكلم مدام من السيوت تفضل يا فان ماشي يا فان تفضل يا مدام جهان من السيوت تفضل الو ايوة تفضل يا فان دكتور لو سمحت انا متجوزة من سبع سنين ايوة ودخلت في حواراتي يا دكتور لدلوقتي سني كم سنة مدام جهان سبع ومشنون سنة من السيوت لا انا من سوهاج سوهاج اهلا وسهلا تفضل يا فان حمد حضرتك وبعد كده قالولي ايه المشكلة في السبع سنوات دي يا فان السبع سنوات يا دكتور مرة يقولي التخيص مضايد مرة يقولي التطويت ضعيف جيت بعد كده طلب مني شعب السبغة عملتها طلقت كويسة مم بعد كده قال لي اعمل المنظر عدت فترة عملت في شهر 9 طلع عندي التساقات حوالين الرحم وانبوبة مسدودة مم ده بالمنظر اه يا فان يعني الانبوبة انسداتها من مخرجها ولا من نهايتها قالك الدكتور ما عرفش يا دكتور ما قال ليش كده مم بس فجاب عد كده جوزي عنده نسبة دوالي فيه دكتور قال له ما تنعش فعملها فالمفروض يا دكتور يعني استنى كم شهر عشان اتابع مع دكتور تاني لان انا دكتور ظروفي مش سامح حضر التحليل للزوج ايه يا فان كويس يا فان ما كلمة كويس ومية مية وزي الفل واشطة الكلمات دي انا بسمحة كتير اوي لا كويس انا كلمة كويس انا عايز رقم معدل معدل 75 مليون يا دكتور والحركة الحركة فول 25 اه طيب ناشي دلوقتي سيادتك قصة انسداد الانبوبة في سيدة زي حضرتك ومصفات سيادتك برضو انا هقول كلمة عنها قبل من ندخل عطول يعني عملنا احد الابحاث في الجامعة من المدة 25 سنة او 30 سنة تقريبا كنت جبت السيدات اللي عملوا اشعب السبغة واشعب السبغة قالتلي الانبيب مسدود ودولة المجموعة دي بدأت اعملها بالمنظر واشوف ايه القصة دي فجأت ان فعلا في نسبة تقرير كاذب عالي جدا السيدة جاية بالانبيب مغلقة بالاشعب السبغة اعمل المنظر هبص هبص تلاقي كل حاجة كويسة جدا جدا ولا فيها اي حاجة بدأنا طبعا نطلع نظريات لتفسير هذا كلام هي خارج الموضوع موضوع التاني وهو ما كنت بتعمل في الوحدة المناظير وانا القائد بتاعها كان لما بيلولي ان في انبوبة سلكة والتانية مش سلكة بدأنا نطلع ايضا برامج في الجراحة المناظير عشان القصة دي اول حاجة هي اني عندي آلات مختلفة لحقن السبغة داخل الرحمن فقد طلعنا نظام ان دي اسمها инструментal failure يعني عيف الالة نفسها حاجة تانية ان بعض الاحيان طلعنا نظرية اخرى وهي ان بعض الاحيان الرحم يكون مايل من نحية في الانبوبة اللي هي سلكة والانبوبة اللي مايل عليها ما بيخرجش السبغة عشان كده بعودنا الاطباء ازاي اتعمل على هذه الحالة في بعض الاحيان انبوبة سلكة جدا فالسبغة بتلاقي نفسها حلوة او في هذا الطريق مفيش ضغط داخل الرحم وبالتالي الانبوبة الاخرى ممكن ما يدخلش فيها السبغة عملنا طرق مختلفة لحل هذه المشاكل يبقى اذا اذا احنا اتفقنا كده ان قصة دي محتاجة جراح مناظير يكون فاهم المشاكل دي وكيف يواجه هذه المشاكل يمكن انا قبل ما ده قصة لسياتك كان امس ايضا كان عندي منظار برضو ايضا في مدينة مرسى مطروح والانبوبة اليمنى سلكة تماما اليسرى مش باينة نهائي مش باينة الانبوبة اليسرى بعد ولادة قيصرية تقريبا يعني اتغطت تقريبا بالكامل في جدار البطن الجانبي بدأنا نتعامل معها بحكمة شوية اني انا افتح البريتون نفسه المغطي المغطى عليها من جدار البطن الخارجي ثم امشي وحن استبغى الى ان وجدت خط سير الانبوبة وتم تسلكها بالكامل واستلكت واشتغل طبعه وارد انا اقول الانبوبة دي مش موجود وارد اقول الانبوبة دي تم استقصالها يعني لو هن قلنا بهذا الطريقة فاحنا طالما عارفين هذي المشاكل كيف التعامل معها يمكن التعامل معها بالمنظار ايضا اذا هي عايزة مجرد اني بنقول عليه جراح مناظير لابروسكو بست ما ينفعش ان كل واحد ماسك شاكوش يبقى نجار ما ينفعش زي ما بيقولوا هن الهنة لا يصلح ان كل حامل شاكوش فهو دجار ما يصلحش يجب ان يكون فني عشان يستطيع التعامل مع اي حاجة الاستاذ جمال فضل الاستاذ جمال اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله برجاتك استاذ جمال يا دكتور يا مرحب بك يا فاند بتفضل دلوقت يا دكتور دلوقت يا دكتور انا عملت لزلتي شعب السبغة حضرتك منين يا استاذ جمال رائم زوكر نين انت منين يا استاذ جمال اني بلد من كفر الشيخ من كفر الشيخ انت سيادتك الزوجة عمرها كم سنة عمرها 30 سنة وحدث لها حمل سابق قبل كده ايوة حصل لها حمل اي اخدت من زوجها زوجت قبلي وجبت بنت بعت سنة والاخر قعد ست سنين من رائم اولاد وانفصلت وانا اتجوزت حلو كده جمال بيه ثانية واحدة ابسك نفسك ثانية واحدة يعني معاها طفلة ولدتها قبل كده اي تمام دلوقتي متزوجة حضرتك بقالها كم سنة بقالها سنة ولم يحدث الحمل اي وهم عملوا اشعب السابقة قالوا لك في رحم زوج قرنين انا اللي عملت لها يا ربنا يخليك لكن الانبيب سالكة اي الدكتورة اللي عندها رحم زوج قرنين والعمل اتحها عادي طب هي خلفت مرة طب خلاص يا فندم اكبر اكبر تشخيص واثبات ان هذا الرحم حلو انه جاي بعيل قبل كده هو الرحم زوج قرنين ده حاجة مولودة بيه وهو وقدر انه هو يشيل عيل قبل كده ولدت يبقى ده اكبر اختبار انه ملوش علاقة نهائي بتأخر الحمل فضل يا فندم طيب تمام طب يا فندم تب معلشي شوار العالة دي كان جمينها حالة زيها كده تمام انت متجاوز واحدة انت متجاوز واحدة تانية عندها برضو رحم زوج قرنين انت بتدور عليهم ولا ايه لا 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 تجار جارنا لان سمحت حضرتك اه يعني جارك متجاوز واحدة عندها رحم زوج قرنين تفضل يا فندم ايوة تمام ايوة انا سامعك تفضل بخلفت بس بتخلف على مدار السنين يا دكتور يعني كل تلات اربع سنين وما بتخدش وسائل من الحمل وبتعمل مثلا على كل مثلا ثلاث سنين مرة كل اربع سنين مرة طب ماشي ايه المشكلة برضو احنا مش هنناقش دلوقتي ان سيدة تحدث لها الحمل بمعدل زمني معين دي خارج الموضوع احنا بنكلم على دلوقتي سيدة تم اكتشاف الرحم زوج قرنين بالصدفة بعبل الاشعة وهي اثبتت انها الرحم بتاعها في هذا الوضع يمكن انها هيحدث فيه الحمل للاخر احنا بنكلم دلوقتي على قصة اخرى وهو تأخر الحمل مش كده يعني انت دلوقتي بتقول لي ان الزوجة عندها تأخر في الحمل ويسيادتك احنا لقينا بالصدفة هذا العيب القلقي اللي موجود في الرحم هل له تأثير او لا اقولك لا لان هي اثبتت عكس هذا في الزواج الاول لكن نتكلم بعد كده بقى عن تأخر الحمل يجب ان هذه السيدة وحضرتك تدخله في برنامج هو فحص كويس بالتحاليل عشان نعرف ايه سبب تأخر الحمل اتفضل افن ساز رجب السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله يا ساز رجب وكمان ثلاثة ايام اظن نبدأ طلعت رجب مش كده الله يبالك ديش هدفت وكل سنة هنتو طيبين برجب وشعبان ورمضان حياتي لي كلام شاهدينك وفريق أزادك وخناس صحة يا رجب هسألك سؤال صغير نعم انت مش هتجاوبني دلوقتي هتجاوبني الحلقة الجاية ليه سموا شهر رجب رجب سموا شهر رجب اه ليه سموا رجب والله يا دكتور عاد انا بعد إذن سيعتك بصراحة يعني اه دي حي معرفعش طيب انا هونت اسمك رجب دور بقى كده ليه سموا رجب رجب وشعبان شعبان ورمضان رمضان الاسماء دي جات من ايه يعني اللي سموا رجب واللي سموا شعبان كمان لا انا سموني رجب حتى انا اتولدت فريج يا فاندي مساموك رجب عشان اتولدت فريج طب العرب سموا شهر ده رجب ليه اه دي معرفعش اسأل باباك بقى او اسأل للي سماتك رجب وتقولوني الحلقة الجاية انا سني 68 يا دكتور اه حاضر يا رجب الحلقة الجاية اكلمني وانا هقولك ليه سموا رجب واسموا شعبان شعبان وشموا شوال شوال واسموا رمضان رمضان ليه المفروض تبقى أنت اللي تجاوبني تفضل سؤالك يا سيدزي رجب سؤالي أنا يا دكتور دراقيدي سني 65 وزوجتي 45 تفضل وخلفت عيائي الحمد لله وتجوز وكبر وتمام الحمد لله عاوز عيال ها عاوز عيال الدورة برضك بعد ما بطلت البرشان عاوز عيال سيادتك بتفكر عايز إنجاب تاني ها فبدأيها الدورة يا أخي يا فأخي يا أخي ده حاجة أنت عندك كم عايل يا رجب أنا عندي ثلاث ولاد من جاوزين وتلاث بنات ربنا يخلي لك ولادك وأكيد شلت أحفادك مش كده ما هي أحفاد الحمد لله طب الحمد لله افرح بأحفادك متى يقلي الأحفاد حي أحلى ما أنا عاوز عيال تاني في الصعيب بنحب الأهل يا فندم أعز الولد ابن الولد طب زوجتي الدورة بتاعتها بتأجي طب ما هو ملهاش علاقة يا فندم يعني إحنا بنكلم على دورة الدورة ممكن تتواجد في سيدة عندهاش تبويض أصلا وبالتالي يعني في هذا العمر هيبقى البويضات نسبتها ضعيفة في العدد هذه البويضات نسبة العيوب الكرمزومية وإنها لا تستجيب للتلقيح تبقى نسبتها عالية هذه البويضات ممكن لا تتمت أن يحصل لها إبادة وتكونها الأكياس نسبة عالية وفي بعض الأحيان لو حدث حمل نسبة فقدان الحمل عالية أو الجنيم ممكن يطلع غير طبيعي يا أستاذ رجب أعز الولد ابن الولد شيل ولد ولدك وانبسط به ويفرح به معانا المدام نادا أهلا وسهلا يا ست نادا تفضلي حضرتك أنا متجوزة بقى لي 8 شهور سني كم سنة يا نادا 21 تفضلي يا فندم وألف ومبروك فجيت روحت الدكتور وكده والدورة بكلتش بجيلي منتظمة يعني إيه مش منتظمة بتتأخر شهر 2-3 بتتأخر 2-3 يعني أكتر مدة تأخرت عليك الدورة 9 شهور رباسا 10 3 شهور 3 شهور تنزيل الدورة بأدوية ولا تنزل لوحدة هو بيديني أدوية عشان تنزلها الأدوية اللي بتنزلي بيها أقراص بيضة ولا أقراص بيضة وبني ولا حؤن لا أقراص بيضة وبتنزلك بالأقراص البيضة تفضلي يا فندم إيه سؤالك فجيت تنزلي فجيت مشيت معايا شهرين منتظمة وبعد كده ما جتليش تاني عملت اختبار قال لي ما فيش حمل ولا في حاجة وقبل كده قال لي إنه ما عنديش أي حاجة خالص وإن أنا ممكن ربنا يرديني بتوقم ومش عارف إيه والحد دلوقتي ما فيش حاجة الدورة ما بتنزلش وبقالها كده حوالي 45 يوم بص يا فندم بعد يازل سياتك الطبيب اللي بيبشرك بالتوقم ده أنا بحبه جداً لأنني متفائل بالزيادة عن اللزوم وأنا بحب هؤلاء الأطباء اللي بده تفائل وبشكره ثانياً قولي له يا دكتور الدورة هي نتيجة الطبويد إذا كان الطبويد يعيبه أو يشبه شبه أكيد الدورة هتكون هي الصورة النهائية لهذا الطبويد يعني الطبويد لو كان غير منتظم الدورة هتتأخر أو الدورة هترتجل أو الدورة تيجي مراتين في الشهر أو تيجي تختفي شهر 2-3 وبعدين تنزل إذن أنت تعاني من ارتجال الطبويد رجائي أن الدكتور يفحص حضرتك جيداً يعمل موجات صوتية جيدة ويبدأ بناء على توزيع الهرموني يختار البرنامج اللي هو ينشط الطبويد ويحدث له تفجير ومن تهيألي مرة دي هيحدث لها إما دورة منتظمة أو يحدث الحمل لكن غالباً ما فيش سيدة عندها دورة غير منتظمة بهذه الصورة ولا أنت كويس؟ لا طبعاً يعني لازم الطبيب يعرف أن الدورة هي المنظورة أو المراية الأخيرة لنظام الطبويد الفضاليا فاند مدام إيمان من لقصر أهلاً وسهلاً مدام إيمان الفضاليا فاند لازم حتى دكتور عيزة إيه هو سبب الرئيسي بالتجابية المياه لأنني أنا كنت حامل أيوة؟ كنت حامل وثمت في الشعر الرابع ومثلت عليها مياه ها؟ وفقدت في المياه لأنني معظم المياه ما كنت فيه مياه حولينا الزليل فعليه بكل السبب الرئيق مع العلم أن أنا كانت عندي الجنوبات مغالية أسميها خلصة بيست الحامل آآ ما بالتارج نفسه الكلام بتاع حضرتك اللي فهمته منه انفجار جيب المياه في العمر أربع شهور أو خمس شهور لكن كل الكلمات التانية مجسمة مش سمعها منطقة في الشهر الله بعيدها رسولي أسلامة الرئيسي بالتجابية المياه كم مرة كم مرة حدث لسيادتك هذا الكلام؟ لا هو هو ده المرة جيبت حضرتك أنت حضرتك أنجبتي قبل كده كان مرة؟ لا أنا برضو صجبت عليك المرة مرة كان جيب لك ده المرة يعني سيادتك معكيش أطفال؟ لا ما عندي أطفال الأول سقط كان كنت يحامل فيه ده إيه؟ شهرين جيبت ما دخل المرض تمام وتاني سقط كان في الرابع؟ لا كان فقط برضو جيب المياه ما كان في المياه ما ليه؟ السقط اللي حصل فيه انفجار جيب المياه ده كان رقم كام؟ الثالث الثالث هل الحمل سقط الأول أو الثاني تم التعامل مع حضرتك بعملية كحتة أو حاجة؟ أيها بالضبط أيها يعني حصل أنه دخلتي مستشفى والطبيب عملك تفريغ أو كحت ماشي؟ في المرة الثانية أيها تفريغ حاضر أنا هجاوبك على السؤال ده الوقت حاضر حاضر بدأنا نتكلم في فقدان الحمل مع هذه السيدة وفقدان الحمل في النص الثاني أو آسف الثلاث شهور الثانيين الثاني يعني ده الشهر الأول والثاني والثالث ده أول تلاتة شهر ابتداء من الرابع والخامس والسادس دول تلاتة شهر ثم بعد كده عندي السابع والثامن والتاسع فقدان الحمل في الفترة الوسطانية اللي ابتداء من الشهر الرابع الخامس والسادس هنا لقينا إذا كانت الصورة فقدان الحمل بأن يبدأ انفجار جيب المياه أو نزول المياه قبل في المعادة دوت ثم يتدخل في بعد كده آلام ولادة بسيطة أو تنزل الجنين لقينا أن عنق الرحم متهم في هذا الوضع عنق الرحم إما أنه لا يعمل بكفاءة منذ ولادتها من هي طبيعي أو إحنا تم إجهاد هذا العنق الرحم جراحيا عن طريق عمليات الكحت وعمليات التعامل معه في بعض الأحيان هذا عنق الرحم الضعيف اللي إحنا متهمينه إما مولودة به أو إحنا اللي عملناه كأطباء يجب على الطبيب أنه يفحصه ويشخصه قبل ما يحدث الحمل أو هي حامل ويجب عليه التعامل معه بالربط طب يا ترى هي قصته إيه؟ هي قصة هي أن عنق الرحم اللي هو ضعيف جدا أو في بعض الأحيان أن يوجد التهاب ميكروبي في المهبل وعنق الرحم أو بعض الأحيان التهاب في مجرى البول يبدأ هذا الميكروب يبعث بعض المواد في الدم هذه المواد دي بتؤثر على شبكية الكيس الحمل لأن شبكية الكيس الحمل هو عبارة عن أوتد وعليها شبه حاجة زي الأسمنت لحمها طب إذا هذا الكيس بدأ الميكروب بيبعث المادة الخاصة بتتوزع فيه إما هذا الميكروب في المهبل أو الميكروب في مجرى البول وبعت هذه المادة يفك المادة الأسمنتية اللي موجودة في الكيس تفاجأ السيدة أن هي الكيس اللي موجود عندها عبارة عن هو مقفول أيضا لكن مع تكح تعتص تضحك تعمل أي حاجة يروح فاضد جبل مياه ده ببعض الأحيان تقول لي ده أنا كنت نايمة وأنا بتقلب في السرير تروح فاضد جبل المياه هي القصة كلها زيادة ضغط البطن على الرحم يجي الزيادة دي بكحة بعطسة بزغروطة بتقليب نومة مش عارف إيه في الآخر الكيس الشبكية الكيس ضعيفة جدا يحدث له الصقب وتنزل منه الماء شكرا على السيدة ولا شكرا على إيه يا سيدة ربنا يا سيدة ده علي اللي معي حاضر يا أستاذ علي حاضر يمكن أستاذ علي بيقول لي كده كويس أو الحلقة والمعات خلص حاضر يا أبو علي لكن بنقول أن هنا في هذه الحلقة يجب على الطبيب تشخيص كفاءة عنق الرحم والتعامل مع حضرتك بأنه هو يعملك عمليه تدكيك أو تصليح أو ربط عنق الرحم أثناء الحمل وإن شاء الرحمن مش هتتكرر القصة دي مرأوك إحنا إن شاء الله الحلقة بتاعتنا خلاص جوزت على الانتهاء اللي إحنا بنقوله ختاما لهذه الحلقة إن شاء الله إن إحنا نقينا السيدات أو البنات اللي عندهم هجر بطنة الرحم وتم تشخيصهم والتعامل معهم طبيا إما بأدوية زي ما قلنا مضادات الهرمون الإنسوي أقراس مانع الحمل أو الأدوية عن طريق خاصة بيتهاجم هذه الهجر بطنة الرحم بيبدأ اختيار هرمونات مخصصة تهاجم البطنة داخل الرحم وخارج الرحم ثم الحؤن اللي بتغلق عمل الغدة النخمين حلقات صحة حواء إن شاء الرحمن هتكون الأحد القادم الساعة السامنة مساء هنستكمل العلاج الجراحي لهجر بطنة الرحم بأنواع المختلفة في الأعمار المختلفة ثم نختار برنامج مناسب لكل سيدة حلقات صحة حواء مقدمة من أستاذ الدكتور أيمن حمود وأستاذ أمراض النساء والتوليب كل الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظر المصرية ورئيس وحدة استقصال الأورام ألفية مع الحفاظ على الرحم حلقاتنا بترفع بانتظام على اليوتيوب باسم حلقات صحة حواء الأستاذ الدكتور حلقات صحة حواء الأستاذ الدكتور أيمن حمودة في اليوتيوب في موقع الـ HBC قناة الصحة والجمال يتم إعادة الحلقات طبقا على كلام البشمهندس علي إنها بتعاد الساعة وحدة مساء في نفس اليوم إن شاء الله هنرقاكم على خير بإذن الرحمن يوم الأحد القادم الساعة سامنة مساء ونشوف مجموعة فيديوهات حلوة جدا في عملياتنا في كل أنواع هجرة بطانة الرحم بإذن الرحمن نرقاكم على خير بإذن الله يوم الأحد القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا